قطعاً فيه أخطاء وفيه أخطاء من كل الأطراف مش من المؤتمرين المصريين لوحدهم الحقيقة لما نيجي نتعرض لمشاكل وأزمات أنا أحب أكتر أن نتعرض للمشاكل والأزمات بشكل علمي والحل المشاكل يبقى بشكل جذري فلما نرجع المعلومات بتاعة الموضوع هنلاقي أن كل الأطراف مخطئة السلطات السعودية بما فيها الطيران المدني السعودي والخطوط الجوية السعودية مخطئة المؤتمرين المصريين يتحملوا جانب من الأخطاء وكذلك السلطات المصرية سواء موثلة في مجلس الوزراء المصري أو في القنصر المصري عليهم أخطاء أيضاً لما نرجع الأرقام ببساطة أولاً أنا أستبعد عنصر التعمد أنا أعتقد أن هذه أخطاء غير متعمدة ماذا تقول مثلاً لهذه السيدة التي نقل عنها في إحدى الصحف المصرية أمس أنها سمعت من شرطي سعودي في مطار جدة يقول لها خلي الثورة تنفعك ومحكبة مبارك تنفعك دي جمل عابرة يعني أنا أعتقد أن أي حد ممكن يقولها وممكن في مصر ناس تقولها عادي جداً يعني ممكن أنا لسه رجع من مصر وفي ناس كتير بتقول كلام يشبه ذلك يعني منهم سواء منتمين لأصحاب المصالح من عصر مبارك أو ناس عاديين ما كانوش متحمسين للثورة ممكن أي شرطي أو أي واحد يقول الكلام ده وممكن الحكومة السعودية يكون لي موقف مش مؤيد للثورة وربما الشرطي يستشعر هذا الموقف يعني ليس بالضرورة أنه يكون عنده أوامر بإساءة معاملات المصريين ولكنه يستشعر يعني الاتجاه الحكومي والثقة ويعني الإعلامي الموجود في دول الخليج وهو ينفذ هذا التوجه بشكل ما بطريقته يعني ممكن دي مشاعر عامة أو توجه عامة لكن ما أعتقدش أن الأزمة دي خصلت بسبب انتقام أو تعمد لو رجعنا الأرقام هنلاقي أن عدد المعتمرين اللي راحوا السعودية في رمضان هذا العام خمسة مليون شخص يعني شعب كامل أكتر من الحج أكتر من ضعف الناس البترون ده العدد الكل المعتمرين العدد الكل المعتمرين مش كلهم كانوا موجودين في نفس الوقت يعني مش مصريين وغير مصريين لا كل المعتمرين من جميع الجنسيات كانوا حوالي خمسة مليون فدول طبعا أكتر من ضعف حتى اللي بيروحوا في الحج عادة صحيح متوزعين على الشهر كله إنما أي دولة في العالم بسهولة تقدر تتحمل خمسة مليون شخص شعب كامل يخشوا أراضيها لمدة شهر وما يحصلش فيها انهيار بشكل ما دي نقطة النقطة التانية لو شفنا عدد المصريين اللي راحوا العمره هذا العام هنلاقيهم سبعمائة وسبعين ألف مواطن بزيادة خمسين في المئة عن العام الماضي يعني نقول واحد في المئة تقريبا من الشعب المصري تخيل واحد في المئة من الشعب المصري انتقل إلى السعودية في خلال الشهر ده بزيادة خمسين في المئة يعني نحن نتفهم الضغوط على السعودية وإن كان طبعا هناك من سيقول أن هذه الضغوط يجب أن تكون متوقعة وهناك دول زي فرنسا وأسبانيا يزورها أكتر من خمسين مليون مع هذا مش إعفاء خمسين مليون سائح سنويا وهم يعني يتوقعون لكن خمسة مليون في شهر واحد كتير وده مش إعفاء للسعودية هذا بالعجزة مسئولية على السعودية يعني ما بنقول السعودية طبعا دي بيضة طبيعي الذهب للسعودية موسم السياحة في الحج في رمضان وبيدر عليهم دخل كبير فلازم يبقى فيه استعدادات أكتر زيادة عدد المطارات مش ممكن مطار واحد يستحمل هذا العدد من الزوار سمعنا أن سير واحد خصص للمعتمرين المصريين أو لشركة مصر الطيران إزاي يبقى عندك 770 ألف شخص على مدى الشهر كله لكن طبعا فيه عدة ألاف بمجدين يتخصص لهم سير واحد كده يبقى عدد المصريين اللي راحوا 15% من عدد المعتمرين على مستوى العالم كله هل خصص لهم 15% من إمكانيات المطارات والطيرات السعودية عشان تكافئ هذا العدد لأنه حسب البيان السعودي ليس فقط أنه لم يخصص ولكن هم بالفعل يعترفون بتأخر قيام عدد من الرحلات كما قال البيان الرسم السعودي لأسباب تشغيلية الأسباب تشغيلية يعني أنا أتفهم أنه ضغط ضغط عليهم وهم مش مستعدين للضغط دام بما فيه كفاية طيب موقف الحكومة المصرية هناك من قال أنه كان موقفا باهتا وهذا القنصل المصري في جدة الذي قال المعتمرون أنهم لم يروا أصلا أثناء الأزمة يعني أدلى بتصريحات حمل فيها المعتمرين المسئولية وقال أنهم اللي راحوا بدري على المطار يعني باختصار أن الحكومة المصرية كانت حريصة على إرضاء الحكومة السعودية أكتر منها عن أن تحري حقيقة ما حدث ومساعدة الناس اللي هم مرميين في المطار من أربعة يام يعني الحكومة المصرية كانت أقرب للحكومة السعودية منها من المواطنين المصريين ده معقف معتاد الحقيقة ومش جديد من الخارجية المصرية متكرر عبر سنوات مبارك وبيستمر بنفس السياسة سواء القنصل المصري أو الخارجية المصرية دايما بتخزل المواطنين المصريين في الخارج مش بس في السعودية في كل دول العالم واللي بيحصل ده مش جديد عليهم يعني كنا فاكرين أنه يحصل تغيير بعد الثورة ومراعاة الثورة اللي رفعت شعار كرامة الإنسان المصري وكرامة وحرية وتغيير كان مفروض وارفع رأسك فوق أنت مصري يعني كنا متوقعين أن يبقى فيه تجاوب مع الثورة دي من الخارجية المصرية وده حدث إلى حد ما في عهد نبيل العربي قبل ما يمشي ويروح جماعة الدول العربية لكن للأسف الكوادر كلها اللي موجودة في الحكومة المصرية ابتداء من الحكومة بتاعة عصام شرف نفسها وأنهم هيشكلوا لجنة لمنع حدوث ده في العام القادر نفس الكلام اللي كان بيحصل في عهد مبارك وأنا ليه أتخفز عموما على كل الكوادر اللي موجودة في الحكم في مصر حاليا لأنها مجرد امتداد للكوادر اللي موجودة في عهد مبارك أن لم تكن هي نفس الكوادر وده ليه علاقة بالجزء الثاني من الحلقة بتاع تصويت المصريين في الخارج وليه علاقة بالموقف المصري من إسرائيل وتركيا نفس كلها منظومة متناسقة مع بعضها ومش مستغربها الحقيقة اشتركوا في القناة